على خلفية المواجهة بين الدول الغربية وروسيا في سياق الحرب في أوكرانيا والتي تسببت في ترجع صادرات الغاز الروسي إلى أوروبا بشكل مضطرد منذ بدء العقوبات ضد روسيا فذهبت غازبروم إلى توقيف تسليم الغاز للعديد من الزبائن الأوروبيين الذين رفضوا الدفع بالروبن ألمانيا من الدول الأوروبية التي عانت من الإجراءات الروسية فاتخذت خطوة مهمة ردا على إعلانات شركة غازبروم الروسية عن خفض شحنات الغاز عبر خطي أنبيبي نورستريم خطوة عادت بها برلين إلى استخدام الفحم للتقلال من استهلاك الغاز الأمر الذي يعتبر بمثابة تحول في مسار هذه الحكومة الاعتلافية والتي تعاهدت بالتخلص التدريجي من الفحم بحلول العام 2030 باعتباره مصدر الطاقة الأكثر تلويثا فوزير الاقتصاد والمناخ الألماني روبيرت هابيك الذي كان حزبه أول من جعل من التخلص السريع للفحم أولوية أشار إلى أن هذا التوجه مرير لكنه ضروري وأكد في الوقت نفسه أن اللجوء إلى الفحم لتوليد الطاقة هو إجراء مؤقت في مواجهة تدهور الوضع في سوق الغاز والذي أثر على برلين التي لا تزال تستورد 35% من حاجتها من الغاز من روسيا مقابل 55% قبل الحرب في أوكرانيا الأمر الذي اعتبره هابيك بالخطير جدا مؤكدا تركيز الحكومة حاليا على توفير الطاقة فكل كيلو واط مهم حسب كما توجهت الحكومة الألمانية في إطار الإجراءات الطارئة لمواجهة الظروف الراهنة إلى إنشاء نظام مزادات للصناعيين الذين يستهلكون الغاز لاستدراج العروض مكافأة لشركات التي تعيد بأهم توفير للطاقة